دربة البداية النهاردة حابب ان انا نبدأها بمنتخب مصر طبعا منتخب مصر خلاص يعني خلال ايام وخلال اسبوع عشر ايام هيلعب مباراة في بداية بطولة كاس الامم الافريقية بطولة مهمة للعيبة بطولة مهمة لكل جماهير الكرة المصرية نختلف انا واحد من الناس اختلفت مع مستر فيتوريا بسبب عدم اختيار واللي ياسر ابراهيم وتكلمت في الاول اخر الخلاف في الحتة الفنية دي ما حدش يزعل منها في الاختيارات ده شي طبيعي انا زي 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 يعني زي زي الجمهور زي زي ان انا اي لاعب سابق بيتكلم على اختيارات وليه وجهة نظره بس انا باتكلم على خبرة سنين في الملاعب خبرة سنين تواجده مع منتخب مصر اللي يخليك ان انت تنجح اللي يخلي الجمهور تاني يرجع يشجعك ويسندك مهمة كبيرة جدا بتمنى ان كل الاعلاميين وكل المواقع وكل الصحف هتكلم بصحف لان الحاجة دي اللي احنا تربنا عليها الصحافة زي ما بيتقال السوشال ميديا حتى الدعم ما اهلاوي زي ملكاوي في الاول اخر اللعيبة دي راحة تمثل اسم منتخب مصر اسم منتخب مصر مرتبط بفرحة الناس بفرحة الجمهور في الشارع بان انت بتبقى قاعد وانت بتشجع منتخب مصر انت اللي قاعد جنبك انت مش عارف هو اهلاوي ولا زي ملكاوي سواء مع صاحبك او مع اسرتك او مع اولادك او مع حتى اللهم اللي اصحابك في الشغل انت بتسألش مين هلاوي زي ملكاوي احنا كلنا قاعدين بنتفرج قاعدين كده بالزبط واحنا متابعين بنتفرج على منتخب مصر منتخب مصر هو اللي بيجمع الناس تاني هو اللي بيجمع الجمهور اتمنى ان اللعيبة دي تكون على قدر المسئولية كل الدعم الميستر فيتوريا كل الدعم للعيبة انا والله بتمنى ان الجيل ده يحصل على بطوله اتمنى ان محمد صلاح يعني هقولها تاني افضل لعبي مصر على مدار التاريخ قبل وبعد محمد صلاح اسمي كبير انا عارف ومتأكد ان الناس كثيرة جدا محبة لمحمد صلاح ممكن تختلف معها بتختلف معها برا الكورة بس في الكورة صلاح حاجة حاجة فعلا حاجة الواحد يفتخر بيها حاجة الواحد تشرف بيها اتمنى الناس تدعم مش عشان انت مختلف مع ابراهيم تيجي على اسم منتخب مصر وعلى اسم بلدك تضرها اختلف زي ما انت عايز اختلف مع ابراهيم واختلف فني واختلف كل حاجة اختلف في القراء في الاخر في اطار الكورة اللعيبة دي محتاجة الدعم انا واحد من الناس يعني في 2006 و2008 و2010 طبعا ان انا ما شاركتش فيها انا شاركت في ثلاث بطولات كاس امم الافرق 2000 دي كانت لسه بدايتي بعد كده 2006 و2008 لا الجمهور هو الداعم الاقوى والاكبر لعبة منتخب مصر انا واحد من الناس لما اشوف وانا لاعب دلوقتي كده بمثل اسم منتخب مصر وبشوف كم من الهجوم اللي علي هزعل هزعل طبيعي فبتمنى ان الجمهور يفصل بقى ما بين اهلي وزمالك وما بين اسماعيلي وما بين مصري خلاص جماعة الناس دي مفيش وهم بيلعبوا كده كلهم لابسين تيشيرت منتخب مصر هم بيلعبوا كده مع بعض زي ما انتم شايفين حضراتكم بيهزروا بيتمرنوا بعد التمرين بيتحكوا مع بعض فيه ناس متواجدة اعلاميين اهو كله بيجري والتعارف حد دلوقتي ما بيتقال ده اهلي ولا زمالك ولا بيتقال منتخب مصر اهو بيتمرنوا في المطرة ما شاء الله كان يعني حاجة حاجة تفرح حاجة تخليك ان انت تشجع فرقتك وتشجع منتخبك وتشجع لعبتك ايا كان احنا دلوقتي يا جماعة منتخب مصر اتمنى ان الاعلام الفترة اللي جاية يبقى داعم لمنتخب مصر انا واحد من الناس بحب منتخب مصر جدا وبتمنى ان منتخب مصر يرجع للبطولات تاني ويا جماعة ده احساس يعني ده انا عايزة اوصله للعيبة والله مهما عملت بطولات معنا ديك ومهما عملت إحساس إن انت تاخد بطولة مع المنتخب وترجع بكاس أفريقيا ده جماعة يا لهوي نحن يعني إحساس مش عايز أقول لكم يعني أكيد اللعبة دي نفسها تحس الإحساس ده يعني خصوصا كمان إن فيه فيه كلام إن المكافئات بيتقال إن سبعة مليون دولار أيا كان المبلغ إن شاء الله مليار دولار إيه اللي علاقة البطولة هي اللي بتجيب لك فلوس كفاية كده إن الجمهور يستقبلك في المطار سيادة الرئيس يستقبلك في المطار الرياسة تستقبلك الوزراء وزير الشباب الإعلام الصحافة كل الناس هتليها وقفالك بعالم مصر إحنا والله العظيم لما خدنا 2006 إحنا ما كناش عارفين نخرج من الإستاد ما عرفناش نوصل للفندق بسبب كم الجمهور اللي قاعد فرحان وما حدش عارف ده أهلاوة لزمال كاوي الأعلام اللي كانت موجودة في البلكونات وفي العمارات وفي الشارع والناس اللي هي مع احترامي يعني اللي هما بيبيعوا عالم مصر أنت بتفتح باب رزق الناس كثيرة جدا بتفتح باب رزق لناس ممكن يكون الفرحة بتاعت الناس دي هو أنت سبب رزقهم أنت مش مجرد أن أنت بتفرح واحد ولا اتنين ولا بتفرح نفسك أنت بتفرح ملايين سواء في مصر أو برا مصر أو المختاربين أو اللي عايش برا كله نفسه يفرح بمنتخب مصر أتمنى أن اللعيبة تبع على قد المسئولية قاتل موت نفسك اه اكتهد مفيش يا جماعة مش صعبة والله مش صعبة خالص احنا في 2008 يعني بعد ما خدنا البطولة احنا راجعين مصر كلها في الشهرة مصر كلها منتظرانا في الشارع من أول المطار يعني مصر كلها جمهورية مصر العربية كلها منتظرانا وبيحيونا حتى وانت في المطار الناس بتستقبلك بالقرود انت بتعمل تاريخ لنفسك التاريخ ده هو اللي خلينا احنا لحد دلوقتي عايشين عليه على فكرة لحد دلوقتي اهو انا وزميلي لان في ناس دايما بشوفها بتنسب الفوز بالبطولة لها نفسها لأ حبيبي انت ما فيش الكلام ده خالص ما فيش الكلام ده خالص ما فيش حد خد البطولة لوحده انت كنت في وسط مجموعة وفي وسط اساطير والمجوم ما خلاص بقى لو كده كان ميسي خد كاس العالم لوحده يا جماعة فيه اكتر من ميسي خلاص اسمي ميسي ينزي بقى يمشي لفرقة المنتخب وهو المدرب وهو المدير الفني وينزي ليلعب لوحده في البطولة ينزي ليلعب في الملعب ما هو كل واحد دلوقتي عمالي تكلم انا اللي جبت البطولة وانا السبب لا انت حداك ما جبتش انت مش سبب على فكرة انت جزء من سبب يعني انت جزء من سبب انت فيه في وسط مجموعة كانت اسماء تقيلة اسماء تقيلة يعني كل واحد بفرقة كل واحد من الاخر شايل شايل مكانة عند قلوب الجمهور دلوقتي عشان خاطر قاتل موت نفسه سواء جهاز فني كابتن حسن شحاتة كابتن شاوي غريب كابتن احمد سليمان اسماك كابتن كمال عبدالواحد لا كل واحد حتى اللي كان احترام اعمال الملابس اللي كانوا بيجبوننا الكور ومجلس الادارة في اتحاد الكورة كل واحد من دول هو ساهم في بطولة محدش خد بطولة لوحده اتمنى ان اللعيبة دي والله نفسه افرح لكم الجمهور نفسه يفرح لكم سيبك من الضغط الجمهور اقول لكم بقى خبرة التعامل مع الناس وتعامل مع الجمهور اعمل ازاي سيبك من السوشال ميديا حاجة سوشال ميديا دي حاجة تاني واحد ممكن ارفان زهب من شغله عنده ظروف عنده موقف هيخش هيطلع يغله فيك او ايكلم عليك كلمة وحشة وسط لاح ما بيعملش حاجة وسط ترزيجي مش هينفع وسط ده منتخب هيرجع بعد ده سيبكم من الكلام ده خالص انزل الشارع هتشوف فعلا الناس اللي بتحب منتخب مصر انزل الشارع هتشوف قد ايه الناس نفسها تفرح الناس نفسها تفرح والله انا انا كم الناس بيقابلوني لما بنزل فعادي لاني طبيعة انا بحبها او افوسط الناس يعني يقضون هنحن هناخد البطولة ها كابتن بقول لهم كلم بقول لهم اللعبة دي لو عايز تاخد بطولة هتاخد بطول والله بيسألوني هل منتخب مصر يقدر ياخد اه يقدر ليه مدرش احنا كنا محليين وخدنا بطول خدنا ثلاث بطولات انا واحد شاركت البطولتين 2006-2008 هل حد كان يتوقع حتى الجمهور اللي موجود دوليات اللي هو متجيل بتاعنا او متجيل الصغير اللي لسه طالع هل انت كنت متوقع ان منتخب مصر ياخد ثلاث بطولات وارا بعد ولا حد كان يتوقع العالم كله ما كانش يتوقع حتى الاسماء الكبار دروكبة الاسماء كبيرة الواحد يعني ما شاء الله المنتخبات كلها كانت اسماء تقيلة جدا بصراح عرونة كوني لا اسماء اسماء كل واحد كان يعني اسمه بيلعب في عندها كبيرة وانت هو موجود في الملعب كده انت خايف منه طب دولياتي ما شاء الله عندنا لعيبة على اعلى مستوى عندنا لعيبة محترفين عندنا محمد صلاح عندنا ترزيجي عندنا مرموش عندنا مصطفى محمد لا انت تقيل انتو بالاسماء اللي موجودة دي لا انتو كنت اتقل مننا على فكرة يعني انتو اتقل مننا كاحترافية وعندوكو امكانيات وعندوكو دعم وعندوكو كل الامور متاحة يعني عندك كل الامور متاحة ناقسكو حتة الجمهور حتة الجمهور دي سهل ان انت تجيبها تاني وترجعها وتخلي الناس ترجع تاني تلتف حواليك ويشجعوك انت اللي في ايدك كل حاجة انت اللي تقدر تتحكم في الجمهور يقدر يرجع لك تاني ولا لا وكان في تجربة منتخب مصر وصل كاسل امم الافريقية اتنين نهائي كانت كل الناس في الشارع مصر بيلعب اصاد السنغال في المبارل الفاصلة ما بينهم ومن بعض مصر كلها كانت في الاستاذ كان كل واحد في الشارع بيتفرج عليه حتى المصر كانت مصر كلها قاعدة في الكافهات وفي المطاعم واللي واخد اسرته واللي واخده حتى كان فيه ناس كبيرة وسيدات واجداد واللي واخد احفاده خارج هو واولاده عشان يفرح باسم منتخب مص هالناس دي كلها مش عايز تفرح مش عايزة منتخب مص يرجع اتمنى الجهاز الفني يقفل على اللعيبة اللعيبة دي والله لو قبل ما يتنقلوا يرى كده هم مسافرين على كودفور يعودوا كده مع بعض والله مش راجعين غير بالبطولة حط الهدف ده قدامك مفيش حاجة مستحيلة اول قبل ما تطلع اتمنى ان يكون اخر اجتماع ما بين اللعيبة يكون الهدف لكل اللعيبة سواء اساسي احتياطي اه لعيبة موجود في القائمة مش هيبقى متواجد حط الهدف ان انت خارجه ماشي من مصر هنا هترجع بكاس الأمم الأفريقية راجع ان انت هتفرح الشعب المصري راجع انا بقول بينكم بين نفسكم كده لا انا لازم اخلي الجمهور اللي هو بيتكلم علينا وزعلان مننا وبيتكلم على امكانياتنا انت اللي هتجبره ان هو ينتظرك في المطار هو اللي هتجبره ان هو يتفرج عليك ويتابعك ويشجعك اتمنى نكون ده الهدف للعيبة كلها كل الدعم للجهاز الفني كل الدعم للعيبة منتخب مصر للجهاز الفني بكل 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 المنظومة بالكامل بتمنىهم التوفيق وان شاء الله يفرحونا موسيقى شكرا